نروح للقريات في منطقة الجوف وإلى حياكة السدو التي تعتبر واحدة من الفنون الحرفية التقليدية الإبداعية التي لا زالت تزاولها النساء في القريات وتعتمد هذه الحرفة على مواد وأدوات منها وبر الإب الوصوف الأغنام نتعرف أكثر على هذه الحرفة مع زميلنا نايف الفندي من هناك نايف مساك الله بالخير أيش الصورة التي عندك اليوم وحاب تنقلها للسادة المشاهدين أهلا بكم محمد مساء الخير عليكم على السادة المشاهدين من هنا من أقصى شمال المملكة القريات نعم حياكة السدو أو الصوف هي من أهم الحرف اليدوية التي اشتهر بها أهل البادية في شمال المملكة طبعا يتميز السدو بألوانه الزاهية والبهيجة والزخارف المميزة التي تحمل طبعا دلالات اجتماعية مختلفة يعني مستوحاة من طبيعة سكان المنطقة برعت المرأة السعودية طبعا في هذا المجال وهنا في القريات أقصى شمال المملكة لدينا مثال لذلك الحرفية لفوة الشراري أم عبد الكريم نتعرف معها اليوم على هذا الفن التراثي الأصيل نرحب فيك أم عبد الكريم ويعطيك العافية على هذا الشغل الطيب والمميز بالبداية نتعرف أم عبد الكريم كيف كانت بداية أم عبد الكريم حتى أتخنتي هذا الفن والله اشتغلت يعني أتعلمت من أمي من عمري ثمان سنين شوي شوي أسوي البسط تنجح وتسقط تنجح وتسقط لمن الحمد لله استمرعت صرت أسوي البسط من البسط صرت أسوي القطايف الصوف وصرت أسوي السياح حقاتها البيت الشعر وصرنا أول بداياتنا من الصوف الغنم نغسله وإذا مجزون نغسله وننضفه وننفشه بالمنفاش وننغزله بالمغزل ونصبغ الألوان ونستمر على الشغلة هذه من حمد الله وشكرا وهذه الشغلة هذه يعني صار غالها عندي ما أقدر أتخلع عنها لأنها من ورثة إجدادنا ومحتفظين بها ما نقدر نتخلع عنها وصرت أعلم بناتي عليها عشان يحتفظن بها بعدين للمستقبل لإجدادنا ما نقطع أثارهم من حمد الله وشكرا طيب خلينا نعرف المشاهد من وقت جز صوف الخروف إلي ما جهزت الشغل هذا الجميل خلينا نعرف المشاهد كيف يبدأ حياكة السدو حياكة السدو هو من القزنا قزناه وننظفناه نفشنا بالمنفاش الذي هذا هو هذا هو المنفاش هذا المنفاش نفشه صوفه حلو لما نفشه نغزل في المغزل هذا هذا المغزل هذا المغزل ولغزلنا في المغزل طلع هذا هذا الأدحار هذا الشيء والدي نصبغها هذا الشيء والدي نصبغها ونستعملهم بالشيصاه هذه اسمه الشيصاه الشيصاه هذا نسوي السياح بكرن الغزال وهو قرن الغزال هذا اللي نشغلين بهم من الحمد لله وشكره ووصي كل وحدة حريمة منه ويرضى أنهم يحتفظون بها شيء هذا جميل طيب قدام يحتفظون بها قدام أثار إجدادنا من الحمد لله ولبانا طيب أم عبدالك كريم كم يقعد الشغل على عمل مثل هذه الأعمال والله الشغل ما هو واحد فيه شغل يعني يوده وقت من ثمانة شهور هي السياح والقطايف من ثمانة شهور إلى سنة وحنا شغلين فيهن جميل يعني من تريعه أطول وماصرين بالشغل طيب أكيد تبعين أنت مع عبدالكريم والله أنا الحمد لله كيف الأسعار الحمد لله نبيع والحلم استوره من الحمد لله وشكره والله الأسعار عندي هذه السيمة بعشر عشر ألاف عشر ألاف ما شاء الله تبارك من حمد لله وشكره أنا شغل يدوي هي شغل يدوي وشغل صوفنا وانتاقنا من الحمد لله وشكره ولن تخلى لما نحط بقبورنا من تخلى ونوصي حتى بناتنا وحريم يطول عمرس يحتفظونا بهذا الشيء هذا يطول عمرس طبعا فخر بنت أولدك هذه ما شاء الله تبارك الله إيه وهذه بنت هوريه جاسة علمينها على الشغل هذا لا الله أنا ما أعرف هذه مجلسة أمسكي أبد يلا تعرف تشتغل فخر بعد؟ تشتغل فخر يلا وريني يا فخر شون تشتغلين؟ هذه أصغر طفلة شمالية تشتغل بالسدو أنا أكبار ما نقدر نطلع أم عبد الكريم أنت شاركتي بالمهرجانات وفعاليات بعرض منتجاتك هذه صح أو لا؟ نعم نعم صحيح وكيف لقيت إقبال عليهم؟ هناك ناس يشتروني للأنشاء التراثية والله الناس تدوروا التراثية ماشي الناس تدوروا من الحمد لله وشكرا أنا ماشي وإن شاء الله أنا ما نقطع عندنا التراث الله يعطيك العافية معبد الكريم الله يعطيك العافية وشكرا لك أخوي محمد نعم شاهدنا طبعا حياكة السدو مع أم عبد الكريم ومنطقة الجوف اشتهرت منذ قديم الأزل طبعا بحياكة الملابس والعباءات وإرسالها إلى بلاد الشام وإلى العراق فهذه حرفة قديمة للأهالي هنا في منطقة الجوف شكرا نايف يعطيك العافية الشكر أيضا منصول لضيفتك الكريمة مهم جدا عدم اندثار مثل هذه الحرف اليدوية وتوريثها كذلك للأجيال كما شاهدنا مع السيدة الفاضلة